اشتركوا في القناة تحصلون صورة الالبوم عليه طيب وش المفيد انك تحط صورة الابوم مثلا لك مثلا انت ما عندك مقطع موسيقي او ما تبيع مقطع موسيقي تقدر تحط لك صورة حقوق او صورتك الشخصية او اسمك او اسم موقع الى اخر طبعا الحين بناخذ مثال من الايتونز نفسه على صورة الالبوم طبعا هذي صورة الالبوم وهذه صورة الالبوم لاحظوا هذه الأغنية هذي هنا صورة الالبوم طبعا تنعرض على الايتونز على الايفون على ويندز ميديا بلاير اذا كنت تستخدم الويندز على الايتونز في الويندز يعني في اي مكان راح تطلع صورة الالبوم حقك طبعا كيف نسوي لنا صورة وكيف نضيفها من خلال الايتونز على الملف الصوتي نروح للمقطع اللي نعدل عليه زر الفارة اليمين get info بيطلع لنا معلومات الملف هذه معلومات الملف هنا يطلع لك كم دقيقة اسم الملف الفنان الالبوم هنا كم الحجم متسوينا الملف الى اخره طبعا هنا الانفو تعدل اسم الملف تعدل اسم الفنان السنة اسم الالبوم هنا تضيف لك اي تعليق طبعا هذه الخيارات الثانية انت تقدر تتحكم فيها بالكامل هنا تضيف لك كلمات الاغنية وكلمات الخاطرة او كلمات القصيدة او تضيف لك حقوق زي ما انا بسوي طبعا بتطلع لك في الايفون اذا سويتها وبقدم لكم مثال في نفس المقال نفسه كيف بتطلع شكله على ايفون كيف بتطلع الكلمات اللي على الحين كتبتها مثلا بكتب السلام عليكم رحمة الله وبركاته اخوكم سعود الخميس صاحب مدونة اشعاري واحط رابط منقعي الحين خلاص اضافنا الكلمات والنص على نفس الملف كيف نضيف الصورة نعلم على الخيار التالي بعدين نضغط add بعدين نختار الصورة اللي نبنضيفها بعدين طبعا نحكم بالحجم من هنا بعدين اوكي طيب كيف نتوصل للملف يعني كيف بنعرف مكانه طبعا زي ما انتو عارفين ان الايتونز اي ملف صوتي تشغل عليه ينسخ النفسه نسخة اعتياطية ويحطها في المكتب حقتها للترتيب فكيف نبغى نوصل للملف نفسه مثلا عشان نسوي له upload وعشان نحطه في hard disk الى اخرة زي ما انتو عارفين اذا كنا بنقع لايفون الايتونز نفسه مو بلازم يعني نتوصل مكان الملف بالضبط نروح زر الفرايمين بعد show in finder ثم نطلع لنا الملف فهذا هو الملف اللي اننا عدلنا عليه لاحظوا كان بدون اي صورة لاحظوا شغلنا لاحظوا الصورة هنا طلعتنا يعني يعني ضاقت زر شي سهل جدا طبعا خنشوفها في الايتونز نفسه لاحظوا هذه صورة الالبوم وهنا صورة الالبوم ونتأكد زيادة نروح نفس مكان الملف ونشغله وطبعا عندكم في نفس المقال مثال الملف وهجوة الايفون وكيف الكلمات تطلع في الايفون سواء بالعربي او بالانجليزي وان شاء الله بتطلع صورة الالبوم على اي برنامج يعرض لك صور الالبوم سواء في ويندز او في ماك وان شاء الله يكون البرنامج خفيف وسهل على الجميع ومفيد للجميع لانه جتني اكثر من اسئلة سواء على ايميل او اخويا يسألوني عن الطريقة فقط خلينا نزلها مقال عشان الكل يستفيد ويالله نشوفكم على خير